العمل في الإسلام يحظى العمل في الإسلام بمنزلة خاصة واحترام عظيم ويكفي في إظهار قيمته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل وهو دليل على أن العمل مطلوب لذاته وأن على الإنسان أن يظل عاملا منتجا حتى تنفذ آخر نقطة زيت في سراج الحياة فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو غنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون ولو عمل في أقل الأعمال أجورا فهو خير من أن يسأل الناس ولا يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على مجرد العمل ولكن على إتقانه أيضا فيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يطنه والإسلام أمر الناس بالعمل والسعي في طلب الرزق وجعله عبادة كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر